السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح ناخد الدرس التاني بالسلسلة الانجليزية وراح نركب بنهاية الدرس اليوم جمل كتير ومتنمعة ولكن هالمرة راح نركب الجمل مع أسماء المهن خلونا نبلش مباشرة بالدرس خلونا نعيدهم بشكل سريع هلأ بدنا نتعرف على اختصارات فعل الكون هذا هو فعل الكون بالشكل العادي بدون اختصارات خلونا نتعرف على اختصارات ايام تحولت الى ايم 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 هي يز تحولت الى هيز 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 جميعا نتعرف على اختصارات 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 There Vowels, letters Vowels, letters A, E, I, O, U A, E, I, O, U طبعا أخذنا الأحرف الصوتية لأنه راح تلزمنا اليوم راح تدخل معنا بالقواعد هلأ راح نتعرف على بعض المهن اللي راح تمكننا من تركيب جمل Occupations A doctor A doctor A doctor طبيب أستاذ أو مدرس أو معلم A teacher A teacher A teacher صيد لي A pharmacist A pharmacist A pharmacist طالب A student A student A student An electrician An electrician An electrician كهربائي An accountant An accountant An accountant An accountant An artist An artist رسام رسام بنلاحظ هون أنه عم نحط قبل أسماء المهن A A doctor A teacher A pharmacist A student وهو أداة تنكير كيف يعني أداة تنكير يعني ما عم نقول الطبيب الأستاذ الصيدلي الطالب لأ عم نقول تنكير طبيب أستاذ صيدلي طالب لذلك عم نحط قبله A تستخدم للتنكير طيب السؤال ليش عم نحط هون أن ما عم نحط A السبب إنه الاسم هون مبدوء بحرف صوتي اللي أخدناهن قبل شوي بس يكون عندي الاسم مبدوء بحرف صوتي بدي حط أن فهون كلمة electrician مبدوء بحرف صوتي هون كمان مبدوء بحرف صوتي حرف صوتي كمان مبدوء بحرف صوتي لذلك كلهم حطينا قبلهم أن إذن ببساطة لمن يكون الاسم مبدوء بحرف صوتي بنحط أن ولمن يكون الاسم مو مبدوء بحرف صوتي بنحط A ناخد مثال على كلمة طبيب أنا أكون طبيب أنا أكون طبيب أنا أكون طبيب أنا أكون طبيب هو يكون أستاذ هو يكون أستاذ أستاذ هو أستاذ أنتQون طالب هو يكون طبيب طالب أنا أكون كهربائي كهربائي أنا أكون محاسب هو يكون محاسب هو يكون محاسب هي تكون ممثلة هي تكون ممثلة أنت تكون رسام أنت تكون رسام خلونا نتعرف على أسماء مهن جديدة طبعاً كمان أسماء المهن هامة جداً ومستخدمة بشكل كبير لذلك لازم نحفظ أكبر قدر ممكن من أسماء المهن أنانجينير 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 مهندس أبايلد طيار أميكانيك 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 ميكانيكي أميbn أميكيك أميكم خلونا نأخذ مثال على كلمة مهندس نحن نكون مهندسين نحن نكون مهندسين لما يكون عندي الاسم جمع منضيف اللؤس والكلمة الجمع ما بيصير يكون قبل لا اي ولا ان انتم تكونوا طيارين انتم تكونوا طيارين هم يكونوا ميكانيكيين هم يكونوا ميكانيكيين لنا تكون ممرضة لنا تكون ممرضة لنا تكون ممرضة لنا تكون ممرضة علي يكون محامي علي يكون محامي ألي is a lawyer هو يكون رياضي هو يكون رياضي هي تكون مطربة هي تكون مطربة أنت تكون كاتب أنت تكون كاتب أنت تكون كاتب خلونا هلأ نتعرف على الفرق بين أدوات التنكير وأدوات التعريف عندي هون كلمة طبيب A doctor قلنا أن الحرف A هو أداة تنكير طيب كيف بدي حولي الكلمة من تنكير إلى تعريف بدل ما تكون طبيب بدي إيها تكون الطبيب خلونا نشوف استبدلنا A أداة التنكير ب The أداة التعريف إذن شو هي أداة التعريف The The إذن The هو اللي التعريف The doctor The doctor الطبيب خلونا ناخد مثال تاني A teacher أستاذ كيف بدي حوله بخليه الأستاذ هلأ هون تنكير أستاذ بدي خليه تعريف الأستاذ شو بدي يساوي متل ما اشتغلنا مني شوي بستبدل أداة التنكير A بقل التعريف The فتصير عندي على الشكل التالي The teacher The teacher الأستاذ ناخد مثال تاني A pharmacist صيدلي تنكير كيف بدي ساوية تعريف الصيدلي بدي استبدل أداة التنكير A بأداة التعريف The فتصير عندي على الشكل التالي The pharmacist الصيدلي A student طالب كيف بدي ساوية الطالب إلا بنحزف أداة التنكير A ونحط بدل منها اللي التعريف The فتصير على الشكل التالي The student الطالب خلونا نتعرف على الحالة جديدة An electrician كهربائي تنكير كيف بدي حوله إلى تعريف بدي إياها تصير الكهربائي شو بدي ساوي بدنا نشتغل مثل ما حكينا بالحالة الأولى تماما استبدلنا أداة التنكير An بقل التعريف The The electrician The electrician الكهربائي محاسب كيف بدي ساوية تعريف بدي ساوية المحاسب بدي استبدل أداة التنكير An بقل التعريف The فتصير عندي بهذا الشكل The accountant المحاسب An actor ممثل كيف بدي ساوية الممثل بنستبدل أداة التنكير بقل التعريف The فتصير عندي بهذا الشكل The actor الممثل An artist رسام كيف بدي حوله إلى تعريف مشان تصير الرسام إلا بنستبدل أداة التنكير An بقل التعريف The فتصير عندي بهذا الشكل The artist The artist الرسام هلأ هون في عندي ملاحظة بالنسبة لله لفظ هداة التعريف إلى لفظين The 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 شو السبب؟ لما تكون الكلمة مبدوئة بحرف صوتي بن لفظة The لما تكون الكلمة مانا مبدوئة بحرف صوتي بن لفظة The The doctor لأنه ممبدوئة بحرف صوتي The 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 Student بينما هون الكلمات مبدوئة بحرف صوتي بدي ألفظة The 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 خلونا ناخد بعض الأمثلة هي تكون ممرضة وطالبة سامر يكون كاتب وممثل سامر يكون كاتب وممثل الطالب يكون متأخر والأستاذ يكون غاضب الطالب يكون متأخر والأستاذ يكون غاضب الطالب يكون طالب زكي بيتر يكون متأخر طالب طالب زكي بيتر يكون أطباء ورياضيين رياضيين ملاحظة أخيرة لما تكون الكلمة جمع ما بنحط قبل لا إ ولا آن لأن هدول الأدوات ما بنحطها غير بالمفرد بالجمع ما بنحط هدول الأدوات وبهيك يكون خلص درس اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك بالقناة يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة